قوات دولية في اليمن اقتراح أممي مطروح على طاولة الحكومة ضمن خطة أممية عدها رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجديد لوليس غارد الذي زار عدن السبت الماضي ملتقيا برئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبدالله النخعي تتضمن خطة لوليس غارد إيجاد مناطق معزولة تضمن إعادة الانتشار المشترك في مدينة الحديدة وموانيها وتعمل على تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية ولضمان حماية تلك المناطق والممرات يأتي اقتراح كبير المراقبين الجديد بوجود القوات الدولية كان لافتا أن هذه الخطة الأممية الجديدة عرضت على هيئة الأركان العامة للشرعية التي لم تبد بعد موقفا واضحا من تواجد قوات دولية في مدينة الحديدة مكتفية بتجديد تأكيدها على دعم السلام وفق المرجعيات المعلنة وهو ما ينبي وفق محللين عن رفض ضمني للقوات الدولية خصوصا وأن الجيش أعلن جاهزيته القتالية لحسم معركة الحديدة في حال فشل الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق سوكهولم كان لوليس غارد قد عقد اجتماعا لممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي على متن سفينة فوسابولو قبالة ميناء الحديدة بمشاركة رئيس البعثة السابق باتريك كاميرت ولم يخرج الاجتماع بنتائج حقيقية تحرك المياه الراكدة في مشاورات اتفاق السويد تثير فكرة تواجد قوات دولية في الحديدة الجدل فالأمم المتحدة تعتبرها إجراءا فنيا لتسهيل عمل البعثة الأممية لكن موالين للشرعية يرون فيها تجاوزا للشرعية والمرجعيات المعلنة بينما يعدها مراقبون مقدمة لتدويل الحديدة باتجاه تدويل القضية اليمنية برمتها